أهلا وسهلا فيكم ورشينا لكم مقطع جديد معكم محمد الغول مدرب نيد الغول لكمال الأسام واللياقة البدنية والفيزيك أحب تسكنت أول مرة بتشاهد حلقاتنا يرين تضغط على زر الاشتراك ونفعل جرس الإشعارات ليسلك إشعار بجديد فيديوهاتنا موضوع حلقتنا اليوم أحبتي عن الفرق ما بين البيسي إيز والأمينو أسيد ماذا نقصد ببيسي إيز أو الأمينو أسيد بداليا يجب عليك أن تعلم أن جسمك أنت كرياضي كلاعب كمال أسام أو لاعب فيزيك أنت بحاجة لأحماض الأمينية التي هي الأساسية والتي تصنف بأحد أهم الأحماض الأمينية العشرة حتى تستطيع أو يقوم الجسم بتخليق البروتين داخل العضلة وتتم عملية الاستشفاء العضلي لأنه بدون الأحماض الأمينية لن تتم عملية تخليق البروتين داخل العضلة ولن تحصل على الاستشفاء العضلي بالصورة المطلوبة لأن هذه الأحماض الأمينية العشرة الأساسية لا يصنعها الجسم وبالتالي أنت بحاجة إليها لتكمل عملية هي البناء العضلي بصورة كاملة بصورة دقيقة إذن ما الفرق ما بين البي سي ايز والأمينو أسيد البي سي ايز حبت يحتوي فقط على ثلاثة من عشرة من الأحماض الأمينية لكن هو يحتوي على أحد أهم ثلاثة أحماض أمينية أنت بحاجة إليها حتى أنك أنت تستطيع أن تحصل على البروزة العضلي وتتم عملية كما تحدث تخليق البروتين والريكيفوري أثناء تدريباتك في الجم لكن بالنسبة للأمينو أسيد واللي إحنا كرياضيين ومدربين عم ننصح فيه اللي بكون أحبته على شكل الكابسولز إحنا ننصح فيه أكتر ومنميل فيه إليه أكتر ليه؟ لأنه بيحتوي على جميع الأحماض الأمينية لكن بنسب أقل من اللي هو البي سي ايز إذن هون في هذه المعادلة البي سي ايز يحتوي على ثلاثة من عشرة من اللي هو الأحماض الأمينية بصورة عالية جدا وبتركيز عالي لا تنسى بأنك تتناول اللحوم والأسماك والدجاج والبيض إذن هذا الشيء سيسد حاجتك الأساسية وسيساعدك في استكمال انتقاق للأحماض الأمينية من خلال طعمك إذن وكمدرب حبتي ونصيحتي لحضرتكم أرجح أن تأخذ الأمينو أسيد لديك برامج غذائية تتناولها على مدار النهار هون سديت حاجتك الأساسية وقمت باستكمال ما نقص من الأحماض الأمينية ككمية تمام وكتركيز اللي هي موجودة في الأمينو أسيد إذن السؤال هون في هذه الحلقة ماذا أتناول يا كابتن وبصورة فاصلة هل أخذ البي سي ايز أو اللي هو الأمينو أسيد هذا اللي بحدده أحبتي اللي هو برنامجك اللي هو الغذائي لكن أرجح وأفضل وأنصح حضرتكم بالله هو أمينو أسيد أوقات تناولنا اللي هي هاي المكملات الغذائية خلينا نبدأ بالبي سي ايز تستطيع أنك تأخذه على شكل بوضر اللي هو أثناء تدريباتك في الجيم لكن بالنسبة للأمينو أسيد تستطيع أنك تناوله على شكل كابسولز اللي بحدد هذا الشيء أحبتي كما تحدث المدرب اللي بحطي لك نظامك اللي هو الغذائي فبيوزع لك اللي هي كمية الكابسولز على مدار اللي هي اليوم متى تأخذها وبين اللي هي الوجبات حتى تستطيع أن تقوم بتخليق البروتين داخل العضلة وبالتالي تتم عملية الاستشفاء العضلي اللي انت بحاجة لها لو لا الاستشفاء العضلي أحبتي لن تتحصل على الجسم اللي هو المطلوب منك لماذا؟ لأنه في فترة تدريباتنا في الجيم أحبتي نحن لا نقوم في البناء العضلي أثناء تدريباتنا في الجيم في الجيم نذهب إلى الجيم لنقوم بعملية اللي هي الهدم العضلي ثم ما بعد الجيم نعطي الجسم الراحة نمضه بالطعام وبالتالي هون يدخل في مرحلة اللي هي الاستشفاء العضلي وبالتالي نقوم بترميم ما هدمنا من طبعا هذا الشيء بحسب شدة الحمل اللي بتقوم فيها أثناء تدريبات أجلية في الجيم وبالتالي هون تتم عملية استشفاء العضلي وتحصل على أسرع وأجمل هي الأجسام السؤال الآخر أحبتي هل أستطيع أن أتناول كلاهما؟ بما أنه الأمين أسد التركيز فيه أقل والبسي أس فيه التركيز أعلى لكن بعدد لهو ثلاثة من عشر من الأحماض امنية تستطيع أحبتي وأنا بتكون كابسولز. بتمنى تكون استفدتوا موضوع حلقتنا ياريت لا تشجعونا اكتر واكتر تدعمونا بلايك احبتي اي شخص عنده اي سؤال او اي استفسار ياريت حطنها في التعليقات موجودة في خانة التعليقات اسفل هذا الفيديو. وبالنسبة احبتي الاشخاص اللي بيعانوا من موضوع الحصول على مدرب تستطيعوا ان تشتركوا معنا بنظام تدريبات الونلاين حساباتي موجودة اسفل هذا الفيديو. كل ما عليك هو رسالة الى رسالة الى اي من حساباتي ان شاء الله ستابع مع حضرات باستمرار. في الختام ليس لدي الا ان اقول لكم الى اللقاء.